المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها الوحيد للليلة المنسق الأوروبي لشؤون المحادثات النووية في إيران وطهران تتمسك برفع العقوبات فهل ينجح مورا في مهمة ردم الفجوات في الاتفاق النووي؟ روبرت مالي يتحدث عن إبقاء بعض العقوبات على حرس الثورة ويتجنب الإجابة بشأن رفعه عن قائمة ما يسمى الإرهاب هل تبحث واشنطن عن مخارج؟ وهاجس إيران يهيمن على اللقاء السداسي الأمريكي الإسرائيلي مع عرب التطبيع أي رسالة يحملها بلينكين للمجتمعين في النقب المحتل مساء الخير بين التصريحات والزيارات أجواء تفاؤل لا تخلو من الغموض أيضا تخيم على الاتفاق النووي الإيراني المناسق الأوروبي لشؤون المحادثات النووية إنريكي مورا في طهران تحدث الرجل عن مهمة لاستكمال ردم الفجوات وعن أن ثمة الكثيرة على المحك وطهران تتمركز في موقع عيرم الكرة في الملعب الأمريكي حسين أمير عبداللهيان يربط عدم التوصل إلى نتيجة نهائية بعدم رفع العقوبات إذن طهران تحصن حرس الثورة بمزيد من المواقف الصلبة هو جيش وطني وأحد أركان القوات المسلحة الإيرانية هكذا تحدد طهران السقوفة وتضع الشروط للوصول إلى الخاتمة الحاسمة روبرت مالي يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق لكنه يشير إلى أن الحرس سيبقى خاضعا لبعض العقوبات من دون أن يقدم إجابة واضحة عن مسألة إسقاطه من القائمة السوداء فماذا يعني ذلك؟ هل أجبرت واشنطن على البحث عن مخارج لمأزقها؟ وبشأن النووي الإيراني تتحرك الدبلوماسية الأمريكية على خط آخر اجتماع سداسي أمريكي إسرائيلي مع عرب التطبيع في النقب المحتلة هجس إيران يخيم على اللقاء قبيل انعقاده فماذا في خلفياته؟ وماذا في الرسائل؟ هل جاء بلينكين للتشاور مع الحلفاء وإظهار الدعم؟ أم لتبليغهم مجتمعين الخيارات الوحيدة الممكنة في فيينا؟ إذن هذه العنوين وزوايا النقاش نطرحها على ضيوفنا في مسائية الليلة من واشنطن مدير معهد السياسات الدولية الدكتور باولو فانشيراك مساء الخير دكتور فانشيراك من لندن الخبير في الشؤون الدولية الدكتور ماركوس بابادوبلوس مساء الخير سيد ماركوس وأيضا نرحب من طهران برئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك أستاذ عماد أبشناس مساء الخير سيد أبشناس أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام ولكن قبل أن نبدأ النقاش والحوار أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية بذينا إنريكي مورا أكد أن بلاده جادة وعازمة على التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العظمى لكن بشرط تعامل الإدارة الأمريكية مع المطالب الإيرانية بواقعية التقرير لأحمد البحراني في الوقت البدل من الضائع جاء زيارة منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية إلى طهران زيارة تأتي لإنقاذ الاتفاق من الانهيار بحسب قول مورا ولمناقشة الرسائل المتبادلة بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين وفق ما أكده وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الرسائل التي ترسلها واشنطن لنا هي رسائل متناقضة ولا تنطبق مع شعار حسن النوايا وقد أبلغت السيد جوزيب بوريل بذلك وفي طهران نناقش مع السيد مورا المراسلات المكتوبة بين الوفدين الإيراني والأمريكي مراسلات قيل أنها نوقشت بإسهاب خلال لقاء الضيف الأوروبية مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقيريكاني الذي أكد عزم بلاده وجديتها في التوصل إلى الاتفاق النووي شرط أن تتعامل الولايات المتحدة بواقعية مع مطالب إيران فطهران تطالب واشنطن بتقديم مزيد من الضمانات في ظل تجربتها المريرة مع اتفاق عام 2015 هناك جملة من الضمانات التي ناقشها الجانب الإيراني مع سيد مورا كحلقة وصل مع الأمريكيين ولسيما الضمانات السياسية والقانونية وأيضا الاقتصادية التي تريد إيران الحصول عليها بقوة والتأكد من تحققها وإذا كان البعض يبدي تفاؤله إذا أحياء الاتفاق النووي في الأيام المقبلة يرى آخرون أن امتناع الإدارة الأمريكية عن شط بحرس الثورة من قائمة الإرهاب يعني انهياره بين وجهتين نظر الإيرانية والأمريكية يجمع الكل على أن الأيام المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة بشأن ظهور بوادر انفراجة نسبية في العلاقات بين طهران وواشنطن مع أحياء الاتفاق النووي أم الدخول في موجة عاصفة من التوترات مع انهياره أحمد البحراني طهران الميادين أجدد الترحيب بضيوفنا أبدأ معك سيد عماد أبشناسة من طهران ولسيما من زيارة المنسق الأوروبي لشؤون المحادثات النووية أنريكي مورا ما الذي جعل مورا يتوجه إلى طهران ما الذي أحضره في جعبته وما الذي سمعه أيضا من المسؤولين الإيرانيين بعد لقائه بباقر كني وعبد اللهيان مع حفظ الألقاب حول النقاط العالقة والرؤية الإيرانية تحياتي لك خطوفة للضيوف العزاء والمشاهدين الكرام كما نعلم أن الأوروبيين حاليا في ضغط كبير بسبب ما يحصل في أوكرانيا وهم يحتاجون إلى دخول إيران إلى الأسواق النفطية العالمية ولهذا حتى سماسرتهم ما زالوا في طهران منذ أكثر من شهر ينتظرون أن تبيعهم إيران النفط وينتظرون التوقيع للاتفاق النهوي وينتظرون الدخول المعنوي الإيراني إلى الأسواق إذا ما أردنا أن نقول لأننا كما نعلم أن أسواق النفط الآن حاليا ليست يعني ليس هناك شح في النفط والغاز روسيا تصدر جميع الدول اللي يصدرون ولكن هناك تأثير معنوي في هذه الأسواق ونحن في إيران نعلم الوضع الذي يعيشه الأمريكي والأوروبي وطبعا هم يريدون الوصول إلى اتفاق في فيينا بأسرع وقت ممكن أنا فقط أردت أن ألخص مبدئيا سبب زيارة مورا والضغط الذي يقومون به للوصول إلى نتيجة واليوم عندما جاء مورا يعني كان أستطيع أن أقول لك يعرض على الإيرانيين أن يقبلوا الضمانات الأوروبية بدل الضمانات الأمريكية على الأساس أن الأمريكي لا يستطيع أن يقدم الضمانات لإيران الضمانات التي تردها إيران وفقط الرئيس بايدن ممكن أن يقدم الضمانات طالما هو في السلطة في الولايات المتحدة وليس بعد ذلك وهو عرض ما هو شبيه أن يقوم الأوروبي بإعطاء ضمانات وغطاء للشركات الأوروبية أن تعمل في إيران وتقبل إيران بهذه الضمانة كبادرة لحصنية في حين أن إيران تصر أن الأوروبي لا يستطيع أن يعطي هذه الضمانات يعني السنوات الماضية أكدت لنا أن الأوروبي ليس في يد حيلة هو ليس لديه خيار لنفسه يعني اليوم لو كان لديه خيار لربما لم نرى ماذا ما يحصل اليوم في أوكرانيا وفي أوروبا الأوروبي لا يستطيع أن يقرر لنفسه لهذا نحن نريد الضمانات من الأمريكي نفسه وليس من الأوروبي ما هي نوع هذه الضمانات؟ هل يمكن أن تفسر لنا أكثر أستاذ عماد أب شناس؟ يعني لسيما أنك ذكرت بالتوقيت هي الضمانات التي تلي فترة ولاية بايدن ولكن في نقطة أساسية بالنقاط العالقة وملفت ما قاله السيد باقري كاني وكذلك وزير الخارجية عبداللهيان إذا تحل الجانب الأمريكي بالواقعية فممكن الوصول إلى الاتفاق الواقعية هي مرتبطة تحديدا بإزالة كل العقوبات ولسيما العقوبات عن حرس الثورة الإيرانية؟ نعم كل العقوبات دون استثناء العقوبات النووية هنا عندما نتكلم عن العقوبات أنا أريد أن أؤكد العقوبات النووية يعني العقوبات التي كانت مفترضاً أن يتم رفعها بعد الاتفاق النووي ويجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه بعد توقيع على الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأممية عن إيران يعني إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تضع هي لنفسها أو لشركاتها عقوبات هذا الشيء يعود إلى الأمريكي نفسه ولكن لا يحق للأمريكي أن يضع عقوبات على دول أخرى كي تتعامل مع إيران الأمم المتحدة حسمت أمرها بالقرار رغم 22-31 ورفعت جميع العقوبات عن إيران وتستطيع جميع الدول أن تتعامل مع إيران اليوم الموضوع رفع الحرس الثوري من اللائحة التي يسميها الأمريكي لائحة الإرهاب هو محسوم يعني لا التفاق دون رفع الحرس الثوري عن هذه اللائحة وهذا محسوم والأمريكي أكد للإيراني أنه مستعد أن يرفع الحرس الثوري هنا نقطة مهمة لربما علينا أن نشير إليها أن هناك موضوع رفع الحرس الثوري عن لائحة التي يسمونها لائحة الإرهاب وموضوع ثاني وهو موضوع العقوبات الموضوعة على الحرس الثوري وبعض الشركات التابعة للحرس الثوري بعض الشخصيات الذين هم في الحرس الثوري الأمريكي يقول أنه سوف يرفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب ولكنه بعض هذه العقوبات يريد أن يبقيها على بعض الأشخاص وبعض الشركات وهذا مرفوض أيضا من قبل إيران هل عرض الأوروبي ذلك كذلك أستاذ عماد الليلة؟ هل أيضا مورا عرض ذلك؟ نعم الأوروبي عرض ذلك اليوم عندما جاء وهذا مرفوض من قبل إيران يعني عندما تبقى هذه العقوبات على الحرس الثوري يعني دعيني أضعها في هذا السياق ما في قوة مسلحة في العالم يعني إن كان في لبنان في بريطانيا في الولايات المتحدة هي تعمل فقط مع القوات المسلحة أو نفسها هي تعمل مع شركات خاصة يعني عمليا الإبقاء على هذه العقوبات يعني أن كل هذه الشركات سوف تبقى تحت العقوبات هل تسمح لي لأن هذه النقطة أريد أن أفهمها من قبل الجانب الأمريكي تفضل أستاذ عماد نعم من جاء أخرى أكثر من نصف الشباب الإيراني يختم في الحرس الثوري يعني اليوم الولايات المتحدة بوضعها الحرس الثوري على لائحة الإرهاب هي عملية وضعت نصف الشباب الإيراني على لائحة الإرهاب وهذا يعطي ذريع للولايات المتحدة كي تعتقل هؤلاء في أي سفر يكونون في الخارج أو تملع عليهم السفر إلى الخارج يعني في عدة نقاط أثارها أستاذ عماد أبشناس أريد أن ننقلها إلى سيد باولو فانشيراك في الوجهة النظر الأوروبية أو العفو الأمريكية اللي نفهمها أكثر سيدة فانشيراك استمعنا إلى أستاذ عماد ولسيما بالضمنات الأوروبية التي قدمت وأيضا طبيعة هذه الضمنات يعني فيما يتعلق بحرس الثورة الأمر مرفوض شكلا وقولا وفعلا من قبل الإيراني بأن يتم فقط إسقاطها عن اللائحة التي يسميها الإرهاب أو السوداء بالنسبة للأمريكي وإبقاء على بعض العقوبات بالنسبة لشركات أو أشخاص محسوبين على حرس الثورة الآن كيف تقارب واشنطن ذلك فيما تطالب تهران بالمزيد من هذه الضمنات ونحن نتحدث عن حرس الثورة الإيراني أحد أركان أساسية نتحدث بهذا الوطن أو الجيش الوطني الموحد والذي وضع عام 2019 بعد الانسحاب مباشرة بعد عام من انسحاب ترامب من الاتفاق عن ماذا يبحث الأمريكي الآن وماذا يقدم من عروض للإيراني لا أعرف أنه من الحكمة أن نركز على عنصر واحد من هذه المفاوضات إذن النقطة الأساسية هنا أن نتحدث عن مفاوضات مهمة للغاية بين أطراف لا تثق ببعضها البعض على الإطلاق إدارة بايدن إذن لا تريد أن تتوصل إلى اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني بهدف صداقتها تجاه إيران هذه للتأكد كما قال وزير الخارجية بلينكين في الاجتماع مع القادة العرب مثل العرب في إسرائيل أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح النووي هذا الهدف الستراتيجي الأساسي والجوهري لهذه الإدارة كما كان الأمر عليه لإدارة أوباما عندما كان الرئيس بايدن نائب الرئيس السيد ترامب اعتقد أن هذا الاتفاق لم يكن كافيا لم يكن قويا لم إذن لم يعارض مع اتفاق في اتفاق لتجميد البرنامج النووي الإيراني بل عارض على هذا الاتفاق الذي تم توقيعه مع إدارة إدامة وعارض طبعا فعليته بالتالي هذا جوهر هذا الحديث وهذا النقاش لست متأكدا أن هناك ضمانات كافية إذن يمكن إذن أن توفرها طبعا واشنطن للتوصل إلى اتفاق إذا اعتقدت واشنطن أن هناك ضمانات كافية سيتم توفيرها من خلال هذا اتفاق الجديد أو الاتفاق الجديد النسخة الثانية من اتفاق الجديد إذا سيحصل هذا الأمر ما تبقى سيكون تفاصيل سيتم حل ما تبقى سواء الأمر كان يتعلق مثلا اعتبار هذه المنظمة العسكرية مثلا إرهابية وهذه العقوبات كل هذه الأمور إذن سيتم حلها بطريقة أو بأخرى افتراضا أن يكون هناك توافق كاف الآن وفي الأيام المقبلة أو سابيع المقبلة ضمن إدارة الرئيس بايدن أن اتفاق قوي ودائم وموثوق سيتم التوصل إليه طبعا سيقوم بتوفير طبعا الاتمأنان الكافي الذي يحتاج إليه الأمريكيون خاصة أن إيران لن تحصل أبدا وعلى الإطلاق على السلاح النووي هذا هو الهدف الباقي هو تفاصيل صراحة بالنسبة للأمريكي إبقاء العقوبات هو تفصيل على حرس الثورة سيد فانشيراك وانطلق من ذلك لأن روبرت مالي تحديدا حينما سئل عن هذه النقطة وهذه الجزئية التي يقال أنه هي النقطة العالقة الأساسية قبيل التوقيع على الاتفاق يتحدث عن إبقاء بعض العقوبات على حرس الثورة ويتجنب الإجابة بشأن رفعه عن قائمة ما يسمى الارهاب أو اللائحة السوداء لماذا تقلل من قيمة هذه النقطة حاليا سيد فانشيراك وهل الأوروبي قادر على يمكن تدوير الزوايا الآن إلقاء هذه المهمة بالضمانة للأوروبي الغير مقبولة حتى الآن بالنسبة للإيراني انظر وأكرر ما لا يمكن هناك إذن اطمئنا أن هذا الاتفاق عبر هذا الاتفاق الجديد لن تتمكن إيران الحصول على سلح ناوي لن يكون هناك اتفاق لن يهم ما هي العقوبات شطب الجمعيات وشطب تلك المنظمة أو تلك هذه أمور ثانوية طبعا هي مهمة للحكومة الإيرانية وأن أفهم ذلك ولكنها مواضيع ثانوية وهي طبعا الآن إذن بطاقة ضغط من خلال المفاوضين الأمريكيين الحصول على ما يبحثون عنه وأنا متأكد أن إذن يمكن التوصل إلى نوع من المرونة فيما يتعلق بالعقوبات شطب الحرس الثوري أنا متأكد أنه يمكن التوصل إلى كل هذه الأمور لكن لنوصل إلى هذه النقطة علينا أن نوصل إلى جوهر الاتفاق وأن نقول كموقف مساوم لإيران وأنا أفهمه ما لم ترفع العقوبات لنكون هناك اتفاق هذا طبعا حديث ديبلوماسي سوف نرى ما سيحصل خلال الأيام والأصابيع المقبلة ما رأيك سيد بابا دوبلوس بما تقدم به ضيفين من وجهتين نظر إن كان الأمريكية أو حتى الإيرانية ولسيما بالفكرة الأولى التي مررها الأستاذ عماد أبشناس الدخول الإيراني المعنوي لأسواق النفط العالمية واستعجال في ظل الأزمة الأوكرانية استعجال الأوروبي بأزمته الحالية كورقة ضغطة على إيجاد بدائل إمدادات الطاقة الروسية ما الذي حمله مورا تحديدا إلى الإيرانيين وهل صحيح بأنها يمكن أن تقدم أو يقدم الجانب الأوروبي هذه الضمنات بدلا عن الأمريكي وما هو طبيعة ردم الفجوات التي يحاول يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد السبل لردمها أعتقد أنه من مسير الاهتمام أنه منذ بدء عملية العسكري روسية في أوكرانيا كان هناك طبعا قبول من قبل واشنطن أن تتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران وأعتقد أنه وأعتقد أن سبب ذلك هو أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تحفز إيران لتبتعد عن شركائها السراتيجيين أي روسيا الأمريكيون ومع البريطانيين إذن يملكون فرصة ذهبية فرصة كانوا يبحثون عنها على مدى أعوام طويلة للإطاحة بروسيا والإطاحة بروسيا سياسيا اقتصاديا وعسكريا ونتيجة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا واشنطن ولندن إذن اختنما هذه الفرصة لتدمير موقف روسيا أو وضع روسيا كقوة عظمى وأن يعيد روسيا إلى ما كانت عليه خلال التسانيات القرم الماضي إذن وهذا سمح للأمريكيين في تلك الفترة أن يهيمنوا على الساحة الدولية خلال التسعينيات القرن الماضي وخلال الألفين أعتقد أن الأمريكيين يلعبون لعبة شطرانج فيما يتعلق مع الإيرانيين يقولون الإيرانيين بشكل أساسي أننا سوف نقوم بإبرام اتفاق معكم حيث سيسمح لكم ببدء إمداد أوروبا بغاز ونفط أكثر مما تقومون عليه حاليا وطبعا هذه ستكون الطريقة الأمريكية لمحاولة إضعاف أو تقليل اعتماد أوروبا على روسيا للحصول على إمداداتها من النفط والغاز وأعتقد أن هذا واقع هام الغاية وعلينا أن نأخذه بعين الاعتبار أما فيما يتعلق سيتم التواصل الاتفاق بين أمريكا وإيران حسنا نعم بالطبع الأمريكيون يعتقدون أن إيران تملك نوايا لتطوير أسلحة نووية ولكن هذا افتراض طبعا وفي الوقت ذاته الإيرانيون أوضحوا جليا الأمريكيين أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق أو توقيع اتفاق ما لم يتم رفع عقوبات ترامب على إيران أما فيما يتعلق الأوربيين أنني أعتقد بشكل قوي أنه طبعا عدى بريطانيا لأن بريطانيا وأمريكا يعملني معا على المستوى الدولي فيما يتعلق بروسيا أو فيما يتعلق بإيران في نهاية المطاف إذن بريطانيا وأمريكا هم طبعا جوهر العالم الأنجلساكسوني ولكن فرنسا وألمانيا يرغبان طبعا بإعادة أحياء خطة العمل الشامل المشتركة وأن يكون هذا اتفاق دائم ومعصوق لماذا؟ لأن هذا من شأنه أن يقوم بإذن الحدي من طبعا إذن عدم قدرة فرنسا وألمانيا من المتجرة مع إيران الألمان والفرسيين كانوا يعانون من ضغط كثيرا من لندن وواشنطن ليقوموا بالحد من علاقتهم الاقتصادية مع إيران وبالتالي أنا أعتقد أن الأوروبيين يرغبون فعلا أن يتوصلوا الاتفاق بين أمريكا وإيران وطبعا هذا الاتفاق يمكن أن يتم توقيعه أو توصل إليه فقط إذا كانت واشنطن مستعدة وأنا أعتقد أن الأمريكيين يحاولون أن يقوموا بتحفيز إيران لتبتعد عن روسيا كما فواشنطن تحاول أن تقوم بعزل روسيا لهذا لن ينجح طبعا الإيرانيون يعرفون أن أمريكا هم هم العدو الأخطر لهم في العالم ولكن برأيي هذا يشكل سببا لما كان هناك تحول خلال الأسابيع الأربع الماضية من الأمريكيين فيما يتعلق بخطة العمل الشامي المشتركة ويمكن بما أشرت إليه الموقف الأوروبي إذا كان في مصلحة أمريكية كما ذكرت بإبعاد إيران عن روسيا الأوروبي الآن مع عزمة أوكرانيا هذا ما يوضح موقف اليوم الوزير الخارجي للإتحاد الأوروبي جازب بوريل حينما قال أنه أصبحنا على مقربة من التواصل الاتفاق نووي مع إيران وهنا أريد أن أفهم على ماذا هذه المراهلة تحديدا الأوروبية وأي دور يمكن أن يلعبه ولكن اسمح لي سيد بابا دوبلوس أن نذهب أيضا إلى مقاله المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي اليوم قال أن حرس الثورة الإيرانية سيبقى خاضعا للعقوبات كما ذكرنا بموجب القانون الأمريكي وذلك خلال كلمته في منتدى الدوحة رفض مالي الإجابة عن سؤال بشأن مسألة رفع واشنطن حرس الثورة عن لائحة الإرهاب في إطار المفاوضات النووية الجارية العقوبات الكثير من العقوبات الأخرى على حرس الثورة ستبقى الاتفاق ليس بصدد حل تلك القضية التي نأمل أنه يمكن معالجتها كما قلت ينظر الكثيرون في المنطقة إلى حرس الثورة بطريقة التي ننظر بها إليه نحن وقد شهدنا الهجوم الأخير في أربيل لكننا نعلم أن الاتفاق لن يعالج هذه المسألة لذا فلنضعها جانبا بغض النظر عن النتيجة بخصوص حرس الثورة التي لن أتحدث عنها يمكنني أن أخبرك أنه سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وتصورنا وأراؤنا وسياستنا تجاهه لن تتغير رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي قال أن التوصل إلى اتفاق نووي بات وشيكا وخلال مشاركته أيضا في منتدى الدوحة أضاف خرازي أن مسألة الضمانات الأمريكية لا تزال تحتاج إلى حل داعيا إلى شطب حرس الثورة من لائحة المنظمات الإرهابية نعم إنه وشيك لكنه يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة فواشنطن انسحبت سابقا من الاتفاق حرس الثورة الإيرانية هو جيش وطني ولا يمكن إدراج الجيش الوطني في قائمة المنظمات الإرهابية بالتأكيد هذا غير مقبول وهذا مهم للغاية بالنسبة إلى الإيرانيين أسار في الحوار معك أستاذ عمادة أبشاناس ولسيما أنه السيد فانشيراك قال المسألة هي رهن المرونة بالنسبة لأمريكي هذا الموقف الأمريكي وحينما نتحدث عن حرس الثورة ولكن جوهر الاتفاق يتعلق بامتلاك إيران للسلاح النووي وهذا مقال بحثه كذلك وزير الخارجية بلينكن لطمأنة نظيره الإسرائيلي ولكن هل في حسابات الإيراني نريد أن نفهم نقطة وجزئية أساسية إذا رفض الأمريكي رفع حرس الثورة الإيراني إذا قبل برفع الحرس الثورة الإيراني عن لائحة السوداء أو ما يسميها لائحة الإرهاب ولكن أصر على إبقاء العقوبات على أشخاص وأفراد وكينات وجمعيات ومؤسسات تابعة له هل يمكن أن ينصف ذلك كل مسار المحادثات بالنسبة للإيراني حينما نسمع الموقف الآخر في إصرار على إكمال هذا المسار التفاوض وصولا إلى النقطة الحاسمة نقطة توقيع الاتفاق لو تسمح لي فقط أعلق على ما قاله الضيف من واشنطن أعطي لقطة صغيرة جدا وأعيد ما قاله السيد خرازي في الواقع لربما بعض الأمريكيين لا يفهمون أن الحرس الثوري ليس كما قاله الضيف من واشنطن جمعية أو منظمة هو قص من القوات المسلحة الإيرانية يعني مثل مثلا لنفترض المارينز في القوات المسلحة الأمريكية وفرض العقوبات حسب جميع القوانين الدولية ووضع القوات المسلحة أو حكومة على لائحة الإرهاب هذا مرفوض حسب قوانين الأمم المتحدة ليس هناك أي قانون أو مشروع يسمح بهذا الأمر وطبعا إذا قبلت إيران بالإبقاء على الحرس الثوري على هذه اللائحة سوف يكون هذا بضعة تستطيع أن تستعملها الولايات المتحدة ضد إيران أو ضد الدول الأخرى هذا من جهة من جهة أخرى بالنسبة للسؤال حضرتك ولكن قابل أستاذ عماد لماذا تحصن طهران حرس الثورة بمزيد من المواقف الصلبة بهذه الجزية إذا أراد أن يفهم بالفعل ليس الأمر تحصين الحرس الثوري هو تحصين القوات المسلحة الإيرانية يعني هنا عندما أقول لك أن نصف الشباب الإيراني يقدم في الحرس الثوري اليوم ممكن أن يكون هذا الشباب بات أستاذا جامعيا محققا جامعيا يصافر غدا إلى الولايات المتحدة إلى كندا إلى أوروبا تقوم الولايات المتحدة باعتقاله على أساس أنه مثله مثل داعش أو القاعدة هذا تبعا مرفوض يعني نصف الشباب الإيراني اليوم تحت لائحة الإرهاب الأمريكي وهذا مرفوض بشكل تام أقول لك لا اتفاق دون رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب ما جاء اليوم السيد أريكي مورا يتحدث عنه هو يعني دعيني أضعها بهذا أبسط ما قاله مورا لربما للإيرانيين أنكم اقبلوا رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب ولنحفظ وجه الولايات المتحدة نقول أن بعض العقوبات بقيت عليه ولكن يغد النظر عن هذه العقوبات هذا هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم أي مصالح خارج إيران مثلا نبطيهم على لائحة الإرهاب لكي نحفظ مع وجه الحكومة الأمريكية أو مثلا الشركات الموضوعة تحت لائحة العقوبات أنا ليس الإرهاب تحت لائحة العقوبات يمكن تغيير اسمها وتغيير أعضاءها وتغد الولايات المتحدة النظر وتبقى هذه الشركات طي الكتمان يعني أنها هي نفس الشركة يعني هذا ما يبحثه الأوروبي طبعا هنا بالنسبة للإيراني أصل الموضوع مهم يعني رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب الشركات والمؤسسات التابعة للحرس الثوري أو غير الحرس الثوري يعني هنا ترفع عن لوائح العقوبات يعني كل العقوبات يجب أن ترفع لا يجب أن تكون هناك عقوبة تعرق العقوبة أخرى يعني يدعون عقوبة على شركة تابعة للحرس الثوري وثم تريد الشركات الأخرى أن تعمل ولأنها تعمل مع هذه الشركة التابعة للحرس الثوري تكون تحت العقوبات أو يكون هناك مثلا مستشفى أو معمل للأدوية يعمل مع الحرس الثوري وصنع الأدوية مثلا المصل الأدوية للحرس الثوري وممكن أن لأن قسم من الحرس موضوع للأحة الإرهاب هذه الشركة أيضا تكون معاقبة من قبل الأمريكي يعني الأمر مرتبط كله ببعضها البعض يجب أن يتم رفع هذه العقوبات بشكل كامل يعني ليس هناك أي عقوبة يجب أن تكون تعرقل العقوبات الأخرى بالنسبة لإيران هذا ما هو المطلوب واليوم الولايات المتحدة لحد اللحظة التي نتكلم عنها الموضوع الذي يعرقل الاتفاق في فيينا هو أن الأمريكي غير مستعد أن يقدم الضمانات اللازمة وهو يتلاعب في رفع العقوبات عن الشركات الإيرانية ويريد بايدن أن يحفظ ما وجهه في الداخل الأمريكي الأمر ليس مهم بالنسبة لنا يعني هذه مشكلة بايدن إذا لا يستطيع بايدن لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تقوم بتنفيذ تعهدتها فلا تأتي إلى أي اجتماع أو أي اتفاق تجلس في الولايات المتحدة يحل مشاكلها في الداخل الأمريكي وبعدها يأتينا إلى المفاوضات كيف يتوقع من الإيراني أن يقوم بتنفيذ تعهداته بشكل كامل وهو لا يقوم بتنفيذ تعهداته سيد فانك شيراك جيد بأستاذ عماد اسمح لي أن أفهم هذه نقطة أساسية أثرتها إذا كانت واشنطن أجبرت على البحث عن مخارج لمأزقها بتدوير الزوايا أو بطريقة التي ذكرتها وغير مستعدة لتقديم ضمنات سيد فانك شيراك هل نحن نتحدث عن مأزق داخل أمريكي في أوراق ضاغطة بالنسبة لبايدن حوالي 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي والبالغ عدده أيضا مئة مقعد أبلغ مؤخرا إدارة بايدن بأنهم لن يساندوا الاتفاق النووي الذي تبرمه الإدارة الأمريكية مع إيران هل نتيجة هذه الضغوط يذهب بايدن إلى هكذا خيارات إلى تدوير الزوايا إلى البحث عن مخارج بشكل أو بآخر وحتى رمي أحيانا الكرة لدى اللاعب الأوروبي أنا أفهم طبعا نوقف التفاوض لإيران إذا شطب الحرس أن الثور إيراني سوف يؤدي إلى عدم توقيع الاتفاق والأمريكيون لا يمكنهم أن يقدموا هذا الآن لن يكون لك اتفاق لن نملك اتفاقا تم انسحاب منه من قبل إدارة ترامب وعشنا في هذه الفترة خلال هذه الفترة دون اتفاق أو حتى دون اتفاق ملزم إذن الأوروبيون يرغبون أن يقولوا أن الاتفاق لا يزال قائما ولكن أمريكا لا تعتبر الاتفاق قائما وفعالا في هذا الوقت بالتالي إذا فاشلت إدارة بايدن في جهودها بالتالي لن يكون لك اتفاق وقد إذن مررنا بهذا الواقع منذ أعوام أنا أقدر ما يقوله زميلي في لندن أن فكرة إذن إبعاد إيران من روسيا يبدو مهما وفي هذا الوقت فيما أمريكا مع الأوروبيين تحاول أن تجد طرقا وصبولا أن تقوم باستبدال طبعا النفط الروسي الذي يتم طبعا تصديره إلى أوروبا وبالتالي أن يتم ضخ الخامة الإيراني إلى السوق للحد من الضغط الاقتصادي يبدو مثل التمام ولكن لا أعتقد أن حافزا قويا لتواصل الاتفاق فقط لأننا نريد طبعا ملايين إضافية من النفط الإيراني عفوا في السوق لا أعتقد أن هذا محفز قوي للتوقيع على اتفاق كما يعتقد البعض أمريكا تريد اتفاقا سوف يجعل من المستحيل في المستقبل أن تحصل إيران على سلاح نووي هذا هو لب الموضوع كل الأمور الأخرى وأنا أكرر نفسي فعلا تاناوية فرعية إذن هذه الأمور فعلا يمكن التفاوض عليها شطب الحرس الثوري يمكن التواصل إليه بطريقة أخرى لست متأكدا ولكن أنا أفهم طبعا مطالب إيرانية لو كنت الحكومة إيرانية لتلبت نفس الشيء ولكنني لست متأكدا أن هذه شروط الاتفاق أمريكا الآن تحاول أن تنقذ جزء من الاتفاق وأن تقدم اتفاقا يمكن أن تدافع عنه في أمريكا إذا لا يمكن الدفاع عن هذا الاتفاق أو لا يمكن التواصل لذا الاتفاق وبالتالي سوف نبقى في هذه البيئة سيد باشراء وهنا أريد أن أفهم إذا كان في نقاط تدافع عنها إيران وتحاول أن تكسبها لمصلحتها في الساعات الأخيرة مقابل عدم الإفاء بوعودها وتعاهداتها حتى الآن إدارة بايدن أريد أن أفهم بالنسبة للجانب الأوروبي ولو بشكل سريع قبل الذهاب إلى فاصل دكتور ماركوس الأوروبي ما مقدرته على عدم انهيار هذه المحادثات لأنه واضح في تخوف لديه وزير الخارجية الفرنسي اليوم جو إيف لودريان يقول سيكون مؤسفا أن تحول بضع النقاط البسيطة من التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ما هي المقدرة الأوروبية على التحرك لردم هذه الفجوات ومنع انهيار هذه المحادثات ببساطة هذا الاتفاق إذا يمكن فعلا توصل الاتفاق سوف يتم التوصل إليه من قبل واشنطن وطهران من المؤسفين للغاية أن أوروبا بالتحديد فرنسا وألمانيا إذن ليس لاعبين مستقلين على الساحة الدولية فعلا هم يتبعان لواشنطن واشنطن تفرض تأثيرا كبيرا في بارس وبرلين لقد رأينا ذلك ليس فقط المستوى العلاقاتي مع إيران بل أيضا فيما يتعلق بروسيا بالتالي إذا سيتم التوصل إلى اتفاق سيتم التواصل إليه من قبل الأمريكيين والإيرانيين وأنا أعتقد ومن رأيي أن المعوق الأساسي هنا هو العقوبات أو هي العقوبات أعتقد أنه من الممكن أن يتمكن الأمريكيون والإيرانيون بالتوصل إلى النوع من الاتفاق المتعلق بحل السور الإيراني أعتقد أن هذا أمرا ممكنا ولكن ما لم إذن ما لن ترفع أمريكا عقوبات ترامب على عقوبات إدارة ترامب على إيران لن يتم توصل إلى الاتفاق وعلينا أن نقر أنه منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض لا قد قام إذن ب طبعا بوقف الكثير من سياسات ترامب ولكنه لم يرفع عقوبات ترامب على إيران وعليه أن يشرح ذلك ولكن مرة أخرى الرئيس بايدن جو بايدن ليس مسؤولا فعليا بالمفاوضات مع إيران جو بايدن لا يحدد السياسة الخارجية الأمريكية السياسة الخارجية الأمريكية يتم تحديدها من قبل إذن المؤسسات المختلفة التي تشكل الدولة الأمريكية بما في ذلك المؤسسات العسكرية والعسكرية طبعا والسياسية جو بايدن والجمهوريون يتنافسان مع بعضهم البعض يحاولون أن يظهروا للجمهور الأمريكي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر 22 أن كل طرف طبعا هو وطني ويعمل أكثر من الطرف الثاني للمدافع عن مصالح أمريكا في العالم وهذا عاملنا لنأخذ بعض إيبار عامل مهم وبالطبع هذا ليس مشكلة الإيرانيين ولكنهم مشكلة الأمريكيين حتى أيضا نتحدث يمكن عن عوامل داخلية كما ذكرت دكتور بابا دوبلوس وكذلك يمكن عوامل خارجية وهي ما دفعت التحرك الدبلوماسي الأمريكي وتوجه في هذه الجولة الأقليمية لوزير الخارجية بلينكين وطمأنت الحلفاء فيما يجري بلقاء مرتقب لوزراء خارجية تعرب التطبيع مع إسرائيل وكذلك أمريكا ولنبحث بما الذي يحمله كذلك في جعبته بلينكين لوزراء خارجية هذه الدول ولسيما أنه الرد الفلسطيني أتى الليلة في عملية بطولية من الخضيرة نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال مسائية الليلة فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتوا من جديد أهلا بكم على وقع محادثات طهران وتطوراتها المتسارعة يسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى طمأنة الحكومة الإسرائيلية إلى أن بلاده مستمرة في التصدي لأي تهديد من جانب إيران بلينكين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائر لابيد وذلك في القدس المحتلة أكد أن واشنطن تؤمن بأن العودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي أما لابيد فشدد من جهتها على أن إسرائيل ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية على الرغم من الخلافات بينهما بشأن اتفاق نووي وشيك وفيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت أن رفع حرس الثورة الإيراني عن قائمة ما أسماه المنظمات الإرهابية قد يمثل أمرا مزعجا جدا بالنسبة إليهم وأشار إلى أن يعمل على أن لا يحدث ذلك فعلا أعود وأجدد بضيوفنا في مسائية الليلة الدكتور الدكتور باولو فانشيراك من واشنطن السيد عماد أبشاناس من طهران ودكتور ماركوس فابادوبلوس من لندن أستاني في الحوار معك أستاذ عماد أبشاناس من شرم الشيخ إلى العقبة وصولا إلى النقب بهذا اللقاء بين المطبعين العرب وكذلك إسرائيل وأمريكا بهذا اللقاء بأجندته بشكله بمضمونه كيف تقاربه طهران ولسيما بهذا التوقيت حينما أن الجامع بالنسبة لهم هو هاجس إيران خطر إيران وحلفائها في المنطقة كما يقولون وكأنه في رسائل توجه إلى إيران وحلفائها بهذا التوقيت في مساعي الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة لتوقيع اتفاق نووي في ذيانا والله يوافاء في إيران عندما أبحث في وسائل الأعلام لم أرى أي تعليق أو من قبل أي شخص إيراني وحتى مسؤول إيراني على هذا الموضوع وهذا يعني عمليا أن الإيران لا يعبرون الذين موجودون في صحراء النقب المحتلة هم لديهم مسيرتهم لديهم خطواتهم وهم يعلمون إلى أين يسيرون وكيف يسيرون ويسيرون بخطوات ثابتة اليوم نرى أن جبهة المقاومة هي الأقوى في هذه المنطقة وعلى الرغم من أن العرب المطبعون إذا ما أردنا أن نسميهم يعني يلحثون وراء الكيان الصهيوني لكي يحميهم اليوم ولكن نرى أن الكيان الصهيوني نفسه لا يستطيع حماية نفسه فكيف به أن يحمي هؤلاء وتاريخيا يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يحموا أي دولة يعني يستطيعون حتى أن ينظروا إلى التاريخ الحديث ماذا فعلوه بأوكرانيا وكيف أوقعوا زلنسكي في فخ استدراج روسيا إلى حرب أو ما فعلوه في حلفاءهم في أفغانستان أو باقي الدول يعني عمليا دعيني أضعها أيضا في هذا السياق عام 2004 وقعت إيران على اتفاق مع الدول الأوروبية الترويكا الأوروبية وحينها قال الأمريكي والأوروبي أنه لن يسمح لإيران بأي شكل من الأشكال أن تقوم بتخصيب اليورانيوم وهذا يستطيع جميع أن يبحثوا في الإنترنت تصريحات رؤساء الجمهورية الفرنسية والأمريكية والبريطاني والفرنسي يعني صدر العظم والرئيس الوزراء جميعهم أكدوا أنهم لم يسمحوا لإيران بتخصيب اليورانيوم ماذا حدث بعد خروجهم من الاتفاق حينه إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وتحدث الجميع ولم تخصب اليورانيوم بالنسبة 3.67% والذي كانوا يمنعون إيران من تخصيبه اليوم وصلت إلى ما فوق الـ 60% حتى ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء وهم يعلمون أنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي إيران ممكن أن تتحداهم بشكل أكبر بكثير مما يتوقعون يعني إيران اليوم ليس لديها أي مشكلة بالنسبة للعقوبات الأمريكية الأمريكي لديه مشكلة يعني هذا التحالف الجديد أستاذ عماد أبشاناس الذي يتشكل بوجه محور المقاومة بوجه إيران هو غير قادر على عرقلة حتى المسار التفاوض الأمريكي الذي واضح حتى الآن حتى من قبل الإسرائيلي الليلة من موقفه وبأنه في تسليم بأمر واقع معين سوف يتم توقع هذا الاتفاق ولكن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي هو على عدم قدرة امتلاك إيران لسلاح نووي بشكل سريع أستاذ ماد لأنه أريد أن أيضا أن أستمسج رأي ضيفين بهذه اللجسة أجمع لا يستطيعون أن يفعلوا شيء رأيناهم منذ أن أتى ترامب إلى البيت الأبيض ولحد الآن هم يريدون يهددون بتشكيل الناتو العربي أنا لا أسمعك أستاذ عماد للأسف سأنتقل إلى السيد باولو فانشيراك لأبحث معه ما الذي يحمله تحديدا سيد فانشيراك بلينكين من خلال هذه الجولة ومن خلال لقائه بوزراء خارجية هذه الدول يعني أمريكا هزمت مشاريعها كما ذكر أستاذ أبشناس إن كان في العراق بأفغانستان سوريا فيزولا وحتى ما يحكى في الأزمة الأوكرانية حينما تركت أوكرانيا وحليفها زيلنسكي وحيدا هل يأتي بلينكين ليقول أو يبحث عن مسكن يعطيه لحلفائه فيما تريد توقيع اتفاق نووي مع إيران أم أن بلينكين أتى للتشاور مع الحلفاء وأظهار الدعم اللازم أو أتى كذلك بخيار ثالث بتبليغهم مجتمعين بأن لدينا خيار وحيد فقط هو توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران في فيينا قبل أن أجيب على السؤال أنا لا أقبل قول أن الولايات المتحدة تخلت عن أوكرانيا أوكرانيا تربح حربا اليوم ضد روسيا بسبب العقوبات أو المساعدات عفوا الهائلة العسكرية والاقتصادية التي قدمها الولايات المتحدة إذن حزمة بقيمة 14 مليار دولار تم إذن موافق عليها من قبل الكونغرس بشكل جماعي تقريبا من قبل الحزبين بذلك لا يمكن أن نقول انظروا الأمريكيون تخلوا عن أوكرانيين على العكس الأوكرانيون إذن أقوياء ويملكون طبعا يعرفون أنهم يملكون الدعم الكامل للولايات المتحدة والنيتو إذن دعونا نضع هذا جانبا الولايات المتحدة تحارب مع الأوكرانيين ليس بشكل مباشر لا يوجد الأرض ولكنها توفر دعما هائلا وأسلحة كثيرة تقوم بقتل أو تدمير عفوا مئات الدبابات الروسية والجيش الروسي إذن تم إذن إذلاله بسبب المقاومة الأوكرانية وبسبب الأسلحة التم وتوفيرها من قبل بارتا المتحدة وبولندا وغيرها من الدول وبالتالي أعتقد العالم يجب أن يعيى ذلك الآن متعلق الأمر بزيارة الوزير الخارجية بلينكين طبعا هو هناك ليطمئن الأطراف لن نتخلى عنكم نحن ندافع عنكم لن ندخل إذن في اتفاق مع إيران قد يقوم بأذيتكم إذن الأمر لا يتعلق هنا فقط بإسرائيل وبهي سياسة إيران طبعا أن تدمر إسرائيل إذن لا يكون مخطئا أن تتأكد أن إسرائيل في مرحلة ما لن تكون موجودة على وجه الأرض هذا أمر تم أعلانه مرارا وتكرارا ولو كنت إسرائيل أنا كنت لأقلق إذا حصلت إيران على سلاح النووي أيضا كنت لأقلق أيضا إذا كانت إيران مسلحة إيران لا تعتبر من قبل معظم الدول دولة طبيعية هذه المشكلة ليس بلدا طبيعيا يمكن أن نقيم معه علاقات طبيعية طبعا الألمان والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم يرغبون بالإدعاء أن هذا الأمر غير موجود وأن يذهب إلى تهران والتوقيع على اتفاقيات وافتتاح معامل وإذا أن يقيم علاقات تجارية ولكن لبلدان الكثير من فرنسيين بدون العربية في المنطقة إيران طبعا طريقة تعاملها وبسبب سياستها الخارجية أنا متأكد أن زميلنا من تهران سوف يعارض لا يتفق معي ولكن هذه وشهة النظر وشهة النظر في السياسة أمر واقع الواقع هو أن إيران ليست بلدا طبيعيا يمكن أن نقيم معه علاقات طبيعية وهذه كانت نقطة ضعف الاتفاق النووي الأول تم توقيعه من قبل إدارة الرئيس أوباما التي قالت أن التركيز هو على السلاح النووي إذن ما تبقى هذا يعني سياسة إيران في المنطقة أمر منفصل ونعتقد أنهم من خلال سيد فانشيراك كنت آمل لو لدينا الوقت ليرد عليك بجزئية إيران الأستاذ عماد أبشناس ولكن فيما يتعلق بهذا الكيان الغير طبيعي والمصطنع الذي أقيم تاريخيا على أرض محتلة على أرض فلسطين هو بطبيعة الحال الغير طبيعي في المنطقة ولكن مشاريعه إن كان بأفغانستان وبأوكران وبالعراق ولكن بأقل من دقيقة سيدة بابا دوبلوس هل يمكن لإسرائيل أن تفسد مسار المحادثات التي وصلت إليه من خلال هكذا لقاءات مع من تقول بأن حلفاء تشكل إيران بالنسبة لها خطر عليها يمكن مبرر للإسرائيل لذلك ولكن لا نفهم بالنسبة للعرب المطبعين يمكن إجابة عن السؤال ولو سمحت بأقل من دقيقة دعوني أقول بسرعة أن فكرة أن الجيش الروسي يخسر في أوكرانيا طبعا أمر غير مقبول بعد أربعة أسابيع من الحملة الروسية في أوكرانيا الجيش الأمريكي الآن يسيطر تقريبا على ثلاثم مئة من أوكرانيا الجيش الأمريكي إذن قام بسيطرة على منطقة أكبر من إنجلترا وويلز مجتمعتين بالعودة إلى إسرائيل أعتقد أن الاجتماع في إسرائيل اليوم يظهر فعلا أن موقف أمريكا في الشرق الأوسط ليس ضعيفا بالتالي الموقف الأمريكي أصبح أقوى لماذا؟ لأن الأمريكيون الآن قاموا علاقة قوية بين إسرائيل طبعا ومع الحلفاء السراتيجيين في شبه الجزيرة العربية وأعتقد أنهم من خلال هذه العلاقات سوف تمكن إسرائيل أن أيضا أن تضع ضغطا أكثر على المفاوضات الأمريكية مع إيران أعتقد أن الناس عليهم أن يفهموا أن أمريكا لن تنسحب من غرب آسيا نعم الهدف الأمريكي في سوريا إذن قد هزم من خلال التدخل العسكري الروسي نعم الموقف الأمريكي الأوسط يتم تحديه من قبل إذن تحالف غير رسمي بين موسكو وديمشق وحزب الله ولكن واقعا أن أمريكا جمعت إسرائيل والشركاء التراتيجيين في شبه العربية فعلا يظهر أن موقع أمريكا في غرب آسيا لا يزال كما هو أشكرك جزيلا شكر دكتور ماركوس بابا دوبلوس الخبير في الشؤون الدولية كنت معنا من لندن أشكر موصول لك أستاذ عماد أبشاناس رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك كنت معنا من طهران وشكر موصول لك دكتور باولو فانشيراك مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن والشكر الأكبر لكم دائما مشاهدين الأكرم على طيب المتابعة هذه المسائية انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر